في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل مراجعة لأصغر غطاصة أو مداخل الماء حيث سأشارك معكم طريقة التركيب ثم طريقة الاستخدام ومجموعة من المعلومات الأخرى كما تلاحظون هذا هو شكل وحجم المداخل أو الغطاصة الماء أو البومب كما تلاحظون نقوم بفتح هذه الكارتونة بعد ذلك نقوم بإخراج هتير مداخل غطصة ثم نقوم بإخراج كابل الكهرباء وهذا الرأس الذي يقوم بتركيب في الأنبوب نقوم بفتح هذه الأسلاك التي تكون في كابل الكهرباء نزيل هذا الغلاف كما تلاحظون هذا هو شكلها وحجمها فهي بطاعة الحال فهي جديدة مداخل غطاصة من نوع مارك إيطالي وبحجم 0.5 أشبي يعني 0.5 حصان أو نصف حصان فهي ضعيفة نوع الماء لكنها توفي بالغرض نقوم بتركيب هذا الأنبوب مع رأس مداخل الماء بإحضار قابس كهربائي ونجرب تشغيلها كما تلاحظون فيتحركت يعني أنها شغالة بشكل جيد مرة أخرى نقوم بإيضالة هذه الأنبوب التي يلتسخ عنه في رأس المداخل ثم نقوم بإحضار عنبوب بلاستيكي يأتي مناسب مع هذه الأنبوب المعدني للمداخل نقوم بتسخين هذا الأنبوب المعدني بواسطة موقت النار نقوم بإدخال هذا الأنبوب المعدني desenvolvado ثم نقوم بالضغط عليه حتى يبرد بذلك الشكل بعدما يبرد نقوم بإزالته نحضر سلك معدني بهذا الشكل وبهذا الحجم نقوم بطعيه بهذه الطريقة بعد ذلك نقوم بإدخاله في هذه الرؤوس الخاصة بمداخها لكي نقوم بتعليقها ثم نقوم بطعي هذه الأسلك بهذا الشكل وستشميل قطع أو إيادات قوية من هذه الجهة والجهة الأخرى بطبيعة الحال نحضر كابل من البلاستيك يكون قوي نوعا ما ثم نقوم بعمل عقدة في وسط هذه العلاقة التي يقوم بسناعاتها نقوم بتركيب الأنبوب المعديني مع المداخها مرة أخرى ثم نقوم بإدخال هذا الأنبوب البلاستيكي فوقها بذلك الشكل ثم نقوم بإهدار ملقت والسلك كون قوي نوعا ما ثم نقوم بعمل عربطة أو ربطاتين على الأنبوب البلاستيكي لكي نقوم بإحكامية جيدة بهذا الشكل والآن هذا هو الشكل النهائي لهذه المداخها بعدما قمنا بتركيب جميع الوازم الخاصة به الآن نقوم بتجربتها إذن سوف نجرب مداخة الماء والغطاسة هذه وسط بركة الماء هذه كما تلاحظون نقوم بإدخال القابس مباشرة أو البرز مع الكهرباء ثم كما تلاحظون فالمدخة أصبحت تخرج الماء بشكل جيد والآن سوف نجرب هذه المدخة في إخراج لنا الماء من هذا البئر ولكي ننزل هذه المدخة أو الغطة في هذا البئر بشكل ناجح نقوم بمسك الأنبوب البلاستيكي والكيبل أو الخيط البلاستيكي كذلك يعني نقوم بإفلاتهما على مهل خطوة خطوة حتى تنزل هذه المدخة بشكل كامل نحو الأسفل عندما نلاحظ أن المدخة وصلت إلى قاع البئر بشكل كامل نقوم برفعها قليلا تقريبا حوالي متر واحد ثم نقوم بربط ذلك الخيط الذي يحمل هذه المدخة مع أدات قوية وتابتة نفس الشيء نقوم بتطبيقه مع السلك الكهرباء والآن نقوم بتركيب القابس مع الكهرباء والآن بعدما قمنا بتشغيلها النتيجة كما ترونها فهي تخرج الماء بشكل جيد من الأنبوب البلاستيكي يعني نوع الماء فهو ضعيف نوعا ما ليس بذلك القوة لأن هذا النوع من غطسات الماء أو مدخات الماء الغاطسة فهو تقريبا يعد من أصغر نوع لأن لديه نصف حصان أو 0.5 حصان فهو تقريبا يعتبر من أضعف المدخات يعني فهي مدخة تافي بالغرض كذلك يجب أن تعلموا أن هذه النوع من المدخات فيتشتغل مع القابس 120 عادي بدون أي مشاكل فهذه المدخة كذلك فيتصلح للأشياء البسيطة ليست للأعمال الشاقة فقط لإستعمالة منزلية مثلا الاستحمام أو الغسيل أو حوض صغير نوعا ما لكن بالنسبة للسقي والأعمال الشاقة فهذه المدخة هي غير صالحة كذلك يجب أن تعلموا أن هذا النوع من المدخات فهو رديء في الصنع نوعا ما فهي لا تشتغل مدة طويلة فقط تشتغل معك لو طالت عمرها سوف تشتغل معك لمدة سنة ثم سوف تحترق لأن الصنع الذي تصنع به فهو رديء نوعا ما المهم كانت هذه التجربة حول هذه المدخة وأردت أن أشارك معكم أرجو أن أعجبكم الفيديو أن تدعمونا بعمل إعجاب اشتركوا في القناة تفعيل الجرس تتوصلوا دائما بأحدث تخشيرات والبشكارات وإذا وجدتم أي مشكل أو أي شيء فأضعوا لي في التعليقات سوف أجيبكم طابق الحال إلى اللقاء نلتقى في الفيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة